طب تفضلي قولي مولانا أنا دلوقتي كنت بشوف ظاهرة لوالد وأسرته ممكن يصلوا الجمعة أو صلاة التراويح وراء التلفزيون أو بيفتحوا اللايف على الموبايل فهما لو هما في أي مكان يصلوا الجمعة وراء أو يصلوا التراويح في رمضان فحكم حضرتك إيه؟ الجماعة اشترط فيها العلماء عدة شروط ومن ضمنها الاتصال فيجوز أن أنا أصلي بالإمام حتى لو تباعد في مسجد واحد الاتصال يعني ممكن مسجد يأخذ مئات الألاف يصل إلى نصف مليون وأنا أصلي بصلاته فهذا جائز لأنه إمام واحد متصل وهذا يحدث في الحرم أبقى أنا موجود في الفندق والتلفزيون أمامي وأصلي في جماعة المسلمين خلف الإمام وأنا في مكاني ولكن أنا في مكاني باتصال يعني هناك صفوف متصلة بيني وبين الإمام أما مطلق الراديو ومطلق التلفزيون لا يتحقق فيه هذا الاتصال لأنه ممكن أكون أنا في الصعيد والإزاعة من مرسى مطروح فيه وبين ما فيش اتصال في هذا وأكون أنا الإمام أنا أمامه في القبلة يعني هو في مرسى مطروح وأنا في قنة فأنا أقرب إلى القبلة من بتاع مرسى مطروح اللي هو وراي كأنه وراي فينقلب الإمام مأموما إذن فالجماعة لها شروط والصلاة خلف المذيع أو التلفزيون لا تحقق هذه الشروط فهذا دائما نرى هل تحققت الشروط من عدمه نعم تفضل